السلام عليكم ورحمة الله أحبتي زملائي أمسي طيبة عليكم جميعاً صبحكم الله بكل خير وبكل ود وبكل حب اليوم بإذن الله رح تكون بدايتنا في افتتاح المؤتمر متاعنا بمحاضرات رسمية ورح تكون البداية مع زميل غالع لقلبي دكتور كريم سرور بإذن الله محاضرتنا البلو فايلز في خلال دقيقتين بإذن الله حنبدو مع بعضنا باستضافة ضيفنا الكريم نجمعوا بعضنا بإذن الله ونتوكلوا على الله في خلال دقيقة أو دقيقتين نبدو بقدرة الله عز وجل يلا دكاتر مصطفى 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 من بعول الصفا سيد الأمبية مش عادهم في الوفا كان في عقبتي ليتام دفا مصطفى مصطفى من بعول الصفا سيد الأمبية مش عادهم في الوفا كان في عقبه لليتام دفا حن قلبي له فضى شوقا ليه ليس أرد سوى شرفة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى ومتى وجهه نيرا مشرقا كان من عقبه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أن تبطوا نقار مصطفى مصطفى لما أول الصفا سيد الأمبية مش عادهم في الوفا كان في عقبتي ليتام دفا حن قلبي له فضى شوقا ليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه كان في هديه منهجا وسطا كان تسعده بسمة البسطا سيد في الكرب قمة في العقب مصطفى مصطفى لما أول الصفا سيد الأمبية حبيبي الغالي نور الدكتور كريم وأنست وشرف جمهورية مصر العربية وشكرا لوجودك معي في هذا الحدث يا عزيزي وشزاك الله وكل خير لقبولك الدعوة وأنا فخور ومبسوط جدا بوجودك معي في هذا الحدث ونتمنى أن نقدمه حاجة تكون في المستوى لكل مستمعينا ومشاهدينا في كل ربوع البلاد العربية أينما كانوا تحية طيبة لك يا غالي السلام عليكم بزاك دكتور نبراس إلى أخبار لا ده شرف كبير لي ويعني دي حاجة جميلة جدا ودايما فخورين بيك بأعمالك النكحة إن شاء الله وربنا يتقبل مننا صالح الأعمال في رمضان يا رب ورمضان كريم عليك وأجبائي بوركتي الغالي شزاك الله وكل خير حاليا حنبدو في محاضرتنا دكاترتنا ملاحظة بس صغيرة وبسيطة كل زميل سجل معنا على الرابط هو حاليا أوفيشيل مسجل رسميا معنا في المؤتمر وإلى الآن التيم لازال يبعد في رسائل البي دي اف لتصل المحاضرة لكل الناس بعثنا تقريبا إلى يعني قرابة الأقل من عشر ألاف طبيب وعندنا عشر ألاف طبيب آخرين مازال ما وصلناش فيهم ونبعتولهم بس بإذن الله هتوصل البي دي اف لكل الناس مجملا إذا كان يهمك عنوين المحاضرات وأوقاتها وتفاصيلها نزلت آمس ليلا في بي دي اف موجود وصور موجودة على الصفحة تقدر تحمل ملف البي دي اف وتقدر تحمل الصور وتراقب كل المحاضرين والمحاضرات كل المحاضرات بتوقيت جمهورية مصر العربية وتوقيت ليبيا والسودان إذا كنت من أهل العراق واليمن والسعودية وسوريا أضف ساعة لتوقيت المحاضرات إذا كنت من أهل الجزائر تونس المغرب نقص ساعة من توقيت المحاضرات معنا في اليوم خمسة محاضرات اليوم معنا تقريبا خمسة محاضرين بإذن الله في أوقات مختلفة وكل الجداول الموجودة على الصفحة بإذن الله الناس اللي سجلت رسميا في الرابط هو فعليا أسماءهم وصلت وهم معنا رسميا ولكن للأسف الضغط كبير ما قدرناش نبعته رسائل إلى الكل ولا زال الفريق إلى الآن يبعت الرسائل البي دي اف لتصل للجميع بس مجملا أنا نزلت نسخة من البي دي اف موجودة في الصفحة فيها كل المحاضرات وكل المحاضرين تحية طيبة لكل الناس شكر كبير لثقتكم معنا دكتور كريم معك تقريبا ألفين طبيب على البث للعلم حتى في محاضراتي الخاصة ما نصلش لهذا العدد فوالله بداية موفقة ليك يا عزيزي وأنا فخور نكون في افتتاح هذا المؤتمر شرف ليك يا صديقي وليك كل المساحة صباح الخير يا دكترة وسلام عليكم ويا رب تكونوا فيقين كده أنا عارف أن احنا كلنا صايمين النهاردة بس إن شاء الله تبقى محاضرة خفيفة ولزيزة لا بإذن الله يقوموا جميعا طبعا معنا دكتور كريم ناس متابعين رغم من سوريا ومن الجزائر ومن اليمن ومن فلسطين ومن ليبي ومن كل الأمريك فدكاترتنا قدر المستطاع هي المحاضرات حتكون باللغة العربية وقدر المستطاع دكاتر الجزائرين والمغاربة والتونسيين لأننا دارسين بالفرنسية قدر المستطاع مش حنستعملوا الكلمات الإنجليزية بشكل كبير إلا المصطلحات العلمية منها اللي ما عندناش لها بديل فقدر المستطاع حنحاولوا نعربوا الأمور ونخلوها عربية إن شاء الله يلا ليك المساعدة أهلا بيكو أنا دكتور كريم سرور ماستر of endodontics النهاردة هنتكلم على حاجة خفيفة ولزيزة جدا إحنا دلوقتي بقينا في القرى بتاعة الجولد والبلو فايلز وعادة محدش بيتكلم قوي على البلو فايلز وحنتكلم على الشيبينج إزاي أستخدم الجولد والبلو فايلز مع بعض ومين أحسن فيهم طب هما زي بعض هما أحسن من بعض طبقا نقدر أستخدم ميكس ما بينهم هما اللي اتنين فتعالوا بينا يلا نبدأ نشوف القصة إيه بدأت إزاي احنا عايزين ناخد بس كده بوينت صغيرة كده على الكلينج وشيبينج احنا ليه أصلا بنعمل الشيبينج بتاعنا عشان نشيل الصوفت والهارد تيشو أو نشيل أي إنفاكتد دنتين جوه أو dead pulp أو نيكروتيك بالب عصب ميت نشيل أي بكتيريا جوه ننضف القنوات كلها نعمل شيبينج نشكل القناة عشان نعرف نحط الحشو بتاعنا اللي هنقفل بيه إيدرس دي فكرة الشيبينج طب إيه هو الكلينج؟ إن أنا بستخدم مواد لتعقيم القناة لأن ربنا سبحان الله خلق البلق أو العصب بتاع السن ده معقم مية في المية فأنا مطلوب مني إن أنا أخليه قريب إلى ما خلقه الله سبحان الله إنه يبقى معقم أهم حاجة في البيولوجيكال أبجكتفز عندي إيه؟ إن أنا مزقش أي حاجة بره الإيبكس مشيت أعزم أتأكد إن أنا شايل كل حاجة من جوه الإيبكس جوه القناة البكتيريا، دابريز، كل حاجة إنفاكت الجوه لازم تكون إتشالة ما أعملش فيوليشن، ما عديش الإيبكس بتاعي ما أعملش أوفر إنسترومنتيشن، بلاش نقعد نتقبر في القناة لحد تبر قد كده وصيز قد كده ونقول عشان أنا بس أتأكد وأعمل أنا كده بعمل ويكينينج للايه؟ بضعف الروت بتاعي وأحاول وأنا بعمل إيريجيشن، ما فيش أي حاجة إيه تعدي الإيبكس بتاعتي طيب، طبعا إحنا كل يوم أو يمكن دلوقتي خلاص بقينا نشوف كل الكيس كلها كيرفت بقينا دلوقتي في العصر بتاع كل حاجة غريبة بقينا نشوف كيس ستريت فورويد أو كاملة إنها تبقى سهلة جداً كل الحالات بقيت فيها كيرف، حتى لو فيه سيمبل كيرف مش باين دايماً الكيس معظمها دلوقتي بيكون فيها حالات إيه؟ كيرفتشر إحنا المحاضرة النهاردة هتتكلم عن البلو والجولد فايلز إزاي أخطار الروتري فايل بتاعي لكل حالة؟ يعني إيه؟ يعني أنا يا دكتور مش هشتري كيت روتري فايل هشتغل بيها كل الحالات؟ لا طبعاً، إنت لازم يكون عندك شركات مختلفة وفايلات مختلفة جولد على بلو على فليكسبل على لازم يكون عندك الفايلات دي كلها دا إنت ممكن تعمل ميكس ما بين الكيتس والشركات مع بعض في شركة عندها الجلايت باس حلو جداً أستخدمه في شركة عندها الشيبينج حلو جداً أجيبه في شركة عندها الفينشر بتاعها حلو جداً أستخدمه لازم أعمل ميكس إيه في اختياري للفايلات وأنا بشتغل الكيسيس طيب إحنا هنتكلم هنختار الفايل إزاي؟ هنتكلم الأول على الميتاليرجي الأناتوم بتاعي بيخليني أختار فايلات معينة إيه التابر اللي أنا هدخله في الحالة دي؟ طب أنا كروس سكشن يفيدني في الحالة دي الموفمنت بتاعتي هتبقى إيه؟ ثري ستروكس؟ ولا هنزل وان موفمنت على طول لتحت؟ ولا هعمل إيه؟ السكيل بتاعتي أنا لازم يكون عندي خبرة التكنيك هستخدم إيه تكنيك لو أنا عندي كيرف كانال هستخدم هقسمها على هقسم الكيرف كانال على زونز على بارتس هعمل إيه؟ تعالوا نعرف كل الكلام ده دلوقتي عالوا نعرف كصة الروتري فايلز إيه؟ كانوا زمان بيشتغلوا بالمانيوال فايل الستاني لستيل والجيتس فقالوا إيه؟ اللي إحنا دلوقتي بقينا ناخد وقت طويل قوي في الكلينين والشيبينج محتاجين نخترع حاجة تسهل علينا ونحاول نحافظ على أعصاب إيدينا من كتر الواتش ويندينج بتاع الكيرفايل اللي إحنا بنشتغل بيه راحوا عاملين ستاني ستيل روتري فايلز واشتغلوا بيها كانت جميلة جداً كاتينج إيفيشنس حلو وكل حاجة فجأة إيه ده؟ الفايلات دي بتتكسر زيروا فليكسبيلتي مفيش فليكسبيلتي خالص قالوا خلاص يلا تعالوا نعمل نايتاي روتري فايلز آه النايتاي جميلة النايتاي فيها فليكسبيلتي حلو جداً يلا بينا نستخدمها جميلة يستخدموها بتلف في الكيرف كنال النايتاي لقوها بتحصل لها إيه؟ حاجة اسمها سبرينج باك إفكت هي آه بتلف في الكنال بس عايزة ترجع للأوريجينال شيب بتاعها تاني فلما ترجع للأوريجينال شيب بتاعها تاني جو الكنال يحصل إيه؟ يحصل لج سر ترانسبورتيشن يحصل بريكيج للفايل يحصل سيباريشن تلاقي الفايل فجأة قصر قال لك إيه ده؟ طب إحنا محتاجين نطور الموضوع ده؟ عملوا إيه؟ عملوا بقى الـ CM wires والـ R phase والـ M wires والـ Gold والـ Blue Files وده اللي إحنا هنتكلم عليه دلوقتي يبا إحنا عرفنا أن الـ Night high بتاعي سوبر فلكسبيلتي وجميل وسوبرير للـ Corrosion Resistance بس قلنا عيبه أنه هو بيحاول يرجع للأوريجينال شيب بتاعه جوه القناة دي الموشن بتاعه الـ Rotary File في الكيرف كنال هنا زي ما انتم شفتوا فجأة هنلاقي ان الفايل ايه؟ اتكسر أول Rotary File سنة 1988 سنة 1992 ابتدى الـ Conventional Night high wire ده الـ ProTaper أول ProTaper File من Dain Supply ده كان جميل جدا وCutting Efficiency حلوة جدا بس للأسف ما كانش عنده أي Control Memory خالص بعد كده شركة FKG طبعا عملت الـ Electro Polish Files ايه هي الـ Electro Polish File؟ بعد لما بيصنعوا الفايل الفايل بيبقى فيه زي Aggregularities وCrakes وPores وحاجات راحهم مزبطينها عن طريق الـ Electro Polish فتبقى Smooth Surface ده بيزود معايا Intortional والCyclic Fatigue Resistance نيجي بعد كده للـ MWire الـ MWire بتاعنا برضو ابتدى يبقى فيه شوية Flexibility Greater Resistance وإيه وCyclic Fatigue كل ده كان جميل جدا إلى أن بدأوا الـ Control Memory Files ايه هي الـ Control Memory File؟ هي إن الفايل بيخش جوه القناة يفضل واخد نفس الكرفيتشر بتاع القناة يعني لو أنا مسكت الفايل ده عملت له بند هيفضل معموله بندينج عمره ما هيرجع للـ Original Shape إلا إذا اديته حرارة عالية أو دخلته الـ Auto Club يعني اديته حرارة عالية يعني روح تجايب زي تورش كده أو الولاعة بتاعتي وروح تمسخن الفايل يرجع للـ Original Shape بتاعه ومن هنا بدأ التطور والتنافس ما بين الشركات إن كل واحد يعمل فايل فلكسبل ويكون كنترول طيب شركة كلتان عملت الـ High Flex CM في الأول وبعد كده طورته للـ High Flex EDM وده طبعا معمول بالـ Electrical Discharge أنا مش عايزة أدخلكو في حتة الميتاليرج كتير إحنا عايزين ناخد بس بريف كده نفهم إيه التطورات اللي حصلت في الـ Rotary Files تمام وطبعا عندي الـ High Flex EDM ده is one of the best Rotary Files طبعا موجودة في الماركت يعني بجد من أحسن الفايلات الـ Cutting Flex بتاعته حلوة جدا الـ Flexibility بتاعته حلوة جدا الـ Cyclic Fatigue بتاعته حلوة جدا الـ Distortional Resistance بتاعته حلوة جدا فايل جميل جدا جدا بس عيبه طبعا إنه هو إيه غالي فإحنا مش عايزين نتكلم على الفايلات الغالية قوي إحنا عايزين نتكلم على الفايلات يا دكتور السيني اللي موجودة في السوق أو اللي هي الكويسة اللي نقدر إحنا كلنا نقدر نجيبها خصوصا إنه دلوقت فيه إيه أزمة أزمة اقتصادية في العالم كله من 2012 2014 ابتدى بقى الـ CM Blue والـ CM Gold Files فاكرين زمان لما السين عملت الـ M Pro الجولد فايل M Pro يوم لما نزل كان نزل وعمل ضبجة جامدة قوي إيه ده ده فايل جولد وبيبند وبيعمل cutting efficiency فظيع رهيب جدا جدا وكل العيادات كانت بتجيبه وكلنا كنا بنستخدمه والحد دلوقتي فيه ناس لسه بتستخدمه بس عيب الجولد فايل إيه دوت بتاع الـ M Pro عيبه إن الـ Taper بتاعه مش مظبوط يعني إحنا بنبص عليه نقول Taper 6 ده مش Taper 6 ده معد Taper 6 ده يعني كد يكون Taper 2000 كبير جدا فبيعمل cutting كتير جدا وكانت مشاكله كتيرة كلها في إيه في إنه بيكسر يحصل له separation يكسر جوه الكنان قال لك طب إحنا عايزين نعمل فايل أحسن منه طب إيه فكرة الفايلات الجولد والبلو جات إزاي راحوا جابوا نايتاي بتاعي وعملوا له heat treatment وبعدين عملوا له cool بإيه بدرجة حرارة معينة عشان يطلع لي الجولد والبلو طب أنا عايز أحاوله blue هحط له oxidization layer وهعمل له درجة حرارة معينة عن الجولد طب إيه الفرق ما بين أول إيه الفرق ما بين الجولد والبلو معايا تعالوا نشوف في شركة ProTaper Don't Supply طبعا عمل ProTaper الأول stainless steel ثم بعد كده الجولد ثم بعد كده الليه البلو أما بيجوا يعملوا الفايلات بيعملوا لها grinding ويشكلوها ويقعدوا يعملوا shaping بتاعها وكل حاجة في الآخر الفايلات دي بيبقى بيحصل لها weakening فعشان نحسن ال weakening بيعملوا electric polishing heating cryo يسقعوها جامد يعملوا حاجات كتير فيها بحيث ان هما يحسنوا منها إحنا النهاردة هنتكلم على الهيه الهيت treatment هنا البيبر هنا اللي عايز برضو عشان لو بيحب يقرأ papers أو حاجة هنا البيبر بتتكلم على cyclic fatigue resistance of blue heat treated files دايما الفايلات لو عدت ال room temperature أو 37 ديجري بتاعتنا سلسيس لو عدت ال temperature دي للأسف للأسف بيحصل لها انها بتتحول ايه الاستيونايت أو بمعنى أصح بيبتدي يحصل لها separation فطول ما الفايل بتاعي تحت ال room temperature هو بياخد الفلكسبيلتي بتاعته وبياخد كل حاجة كويسة جدا وبيبقى شغال معايا زي الفايل طيب هنا هنتكلم على titanium oxide ان هي دي بس اللي بتميز ما بين الجولد والblue ودي عرا فكرة حاجة حلوة titanium oxide ان انت لو معاك file blue وابتدى يروح منه اللون بتاعه او يتغير اللون تعرف هنا ان انت الفايل ده محتاج ترميه خلاص ما تستخدمه كده بتدى يحصل له ايه weakening هنا austenite temperature for vortex blue ده اللي هو بتاع دين supply serona وطبعا انا مش هنتكلم عنه كتيرا انا هنتكلم على الفايلات السيني بقى اللي احنا بنستخدمها كلنا اوكي قالك ان temperature لما بتكون فوق 38 بيبقى austenite واحنا مش عايزين austenite دكتور كريم هو يعني austenite ويعني martensite يا جماعة austenite ده phase معناه انه هو ما عندهوش اي نوع من انواع flexibility file is very stiff لو دخل جوه القناة هيكسر على طول عنده cutting efficiency جميلة جدا طبعا طب ايه هو martensite المartensite ده الفيز اللي الفايل فيها بيكون very flexible وهو ده الفايلات كلها دلوقتي اللي في السوق او في الماركت ان هي تبقى martensite احنا عايزين الفايلات بتاعتنا تبقى flexible وكل لما يزيد flexibility كل لما انا هبقى مبسوط دلوقتي احنا curve channels عندنا بقى double curve وepical split محتاجين فايلات تساعدني وانا شغل اوكي انا هنا ده عندي two files عندي في العيادة جبتهم وعملت لهم bending اللي اتنين paper six اوكي الفايل اللي على اليمين ده blue file والفايل اللي على الشماء الاسف blue file والفايل اللي على اليمين ده gold file شايفين شايفين فرق flexibility اللي اتنين flexible ما نقدرش نقول ان فيه واحد ايه مش flexible عن التاني اللي اتنين flexible بس انا بشوف دايما ان blue is more flexible طب ده يا دكتور معناه ان ما فيش gold alloy او gold files flexible زي blue لا فيه هوريكو برضو هنا ناخد زوم اكتر هنا blue file اهو فيه flexibility ومع العلم ان دول taper six يعني تخيلوا فايلات من النوع ده وهقول لكم اين انواع الفايلات دي برضو عشان اللي حابب لو عنده الفايلات دي يقدر يشتريها الفايل اللي على اليمين ده udg اسمه m3 pro gold بتاع شركة udg perfect dent الفايل اللي على الشمال ده ده الفايل بتاع mg3 blue بتاع شركة perfect اوكي فتخيلوا ان دول taper six وبيعملوا bending بالطريقة دي حاجة جميلة جدا جدا ان انا ممكن لو في curve canale اشتغل ب taper six يكون flexible كده ممكن بس خلي بالك ان كل لما بنزود taper في curve canale بيحصل ايه بيحصل separation اوكي نيجي للفايل الجميل جدا والعزيز الى قلبي ال x7 بتاع الedge file ده الفايل الجولد اوكي عندي edge taper endo ده اول فايل عملوه كان flexibility بتاعته مش جميلة خالص حسنوه بالedge platinium taper platinium يحصل فيه curvature عملو بعد كده file more martin setting اسمه edge file x7 ال x7 ده معمول من حاجة اسمها نوع material اسمه fire wire اوكي الفايل الروتري ده فيه حاجة جميلة عليه oxidization layer شبه الblue files اوكي لكن هو مش blue هو قريب الى blue وال flexibility بتاعته فعلا فعلا زي ما انتو شايفين فضيعة وحلوة كده وهنشوف بيها case دلوقتي احنا مستخدمينها مبارح في العيادة وحظنا كان جميل ان جات لي كيس كده جميلة فحابب ان انا اواري هلكو انا هنا في الاول داخل بالفايل 25 taper 4 ومحدش يتخض انا هنا مش هعمل بيه full cleaning و shaping انا هستخدمه كأي orifice opener channels مجرد ما بعمل بس chronal شوية chronal flaring بعد لما خلص chronal flaring انا لازم هجيب بعد كده عندي الفايل بتاع glide path ودايما يا جماعة معلش هوقف الفيديو شوية دايما نهتم بحتة glide path files الوقتي الشركات بتقول لي انت مش محتاج تستخدم manual file في glide path احنا عملن لك file توسع لك او تمهد لك الطريق لفايلات الروتري التانية ايه هم انا عندي 10 file 10 rotary 15 17 15 3 15 4 17 4 16 2 انا عندي file rotary 2 شوفوا الشركات بتعمل لنا ايه عشان نحاول نتجه للا era of the manual preparation ان انا مستخدمش file manual الا في الحالات الضرورية فقط انا كدكتور كريم بستخدم الفايل العشرة بتاعي ااخد بي الworking lens وانتهى الامر على كده بعد كده بدخل glide path file بتاعي بدخل rotary بتاعي انا في الكيس دي هستخدم two file system بس حاجة اسمها simplify technique للدكتور جامبريني ايه هو بيستخدم file rotary glide pass 17 taper 4 بتاع شركة edge وبعد كده بيستخدم x7 25 taper 4 طبعا لو تاخدوا بالكو احنا لازم جدا نهتم بالirrigation لان الرrigation دي حاجة من الحاجات المهمة مش بس عشان تشيل depres ولا infected tissue ولا vital tissue لا دي كمان عشان تقلل درجة الحرارة جوه وفي نفس الوقت lubrication للفايل وفي نفس الوقت تقلل heat generation والاحتكاك اللي بيحصل ما بين الفايل والdentine انا هنا ابتديت استخدم الفايل ان انا اوصل بي full length لازم اطلع كل شوية الفايل اعمله شوية cleaning نكمل تاني shaping بتاعي شايفين الفايل بيحصل عليه stresses ازاي وانا بحاول اعمله bend عشان كمان حتى اوريكو shaping بتاعي شايف الفايل داخل هنا انا عايز اعيد الحتة دي تاني معلش شايفين الفايل انا اعمله bend ازاي عشان لو في اي curvature او اقدر اعمل bending للفايل فاقدر ادخل الفايل وهو شايفين مرتاح كده ازاي وهو اعمال اعمل بي bending وعمل in و out pressure اهو pressure بسيط ما بقولش ان احنا نعمل pressure جامد حاجة زي slide pressure لجو in و out والcutting efficiency بتاعته طبعا قوية جدا جدا الcross section بتاع الفايل هنا parabolic cross section ولازم نعمل طبعا irrigation على طول كتير هنا بعد لما خلصنا الشايبين بتاعي شايفين الدنيا بقت جميلة ازاي طب دكتور كريم انت هتقفل القناة دي ازاي حضرتك قفل على 25 taper 4 يعني حضرتك كده وهتقفل single cone technique مع reason طبعا لا احنا ممنوع نقفل single cone technique مع reason ممكن اقفل single cone technique مع bioceramic sealer وده اللي انا هعمله برضو دلوقتي طب يا دكتور انا مش عايز اقفل single cone technique بbioceramic sealer بbioceramic sealer is very expensive طب حلوة قوي اعمل ايه هجيب file rotary taper 6 اقلل منه 5-6 ملي المهم ما يجيش ناحية الapix عشان ما تعملش بس pressure بالغلط زيادة فتضطر ايه تعمل apical stop جديدة طيب هعمل بيه هعمل بي chronal flaring عشان اقدر ادخل ايه auxiliary زيادة او او اجيب rotary file 30 و35 ونقص منهم 2 ملي واشتغل بهم اقدر ساعتها احط 25 taper 4 وحط عنده auxiliary طب يا دكتور هو ازاي احط 25 taper 4 وانا حط 30 و35 وانا قلت ان احنا هنقلل ملي ليه هقلل ملي او 2 ملي عشان ما يلعبش في apical stop بتاعي مالعبش في the size apical stop بتاعي او كي يبقى دي برضو technique technique اخدتوا بالكم احنا بنعمل ايه احنا بنقعد نلعب بالفايلات وبالtaper وفي وفي كناة ممكن اقول اقفلها taper 6 وفي قناة لا اقول اقفلها لا taper 4 طب انا زود ل30 ولا لا طب انا زود ل25 ولا لا هنعرف برضو ايه كل الكلام ده شايفين الكرفيتشر بتاع دست الكنال اهو ده كرفيتشر مش سهل ممكن الواحد يقول ان ده كرفيتشر بسيط لان دي اشعة 2D ده ممكن ما يكونش slide كرفيتشر ممكن الكرفيتشر ده احنا عرف فكرة ما بنحبش اللي small radius كرفيتشر زي زي دي لان الفايل بيكون عليه stresses قوية جدا ممكن يتكسر في الحتة دي اوكي لكن الكرفات اللي هي بتبقى زي البانانا shape بتبقى اللي stresses عليها طبعا الفايل عليه stresses وكل حاجة بس كل لما الradius بتاعت الكرفيتشر تبتدي تصغر وتبقى very sharp كده انا ببتدي اخاف على الفايل بتاعي فان انا هنا بحتاج ان انا اعمل shaping بستخدم gold file يكون عنده flexibility عالية جدا عشان يفضل في center ceramic sealer واعذروني انا هنا في الكيس دي عملت pressure في bioceramic sealer جامد وحتلقوه في A which is مش حاجة طبعا احسن حاجة بس still bioceramic sealer soft and heart tissue healing وانه هو biocompatible اوكي منظر جميل برضو عايز نشوفه واحنا في الديستل الكنال هتلاقوه شايفين type 2 وايه sealer معلش هنا طبعا زي ما انت شايفين sealer عدى مني جامد اما انت pressure جامد جدا طيب حاجة مهمة جدا حابب اتكلم عليها وهي ان انا دلوقتي يا دكتور لو انا عندي حالة type 2 ايه رأي حضرتك ابدأ باني قناة هل انا ابدأ بالcurve ولا الستريت ابدأ بالستريت كنال على طول اخلصها لحد full cleaning و shaping وبعد كده اخلص القناة اللي هي فيها اللي التواء الجامد او الكيرف الجامد قبل الايه الانترسكشن point of the two canals يعني لو type 2 كنال بيتقابله في نقطة معينة النقطة المعينة دي هي النقطة اللي هقف فيها قبل الايه في الحتة بتاعت الكيرف كنال يعني لو عندي كيرف كنال وبتتقابل مع الكنال اللي straight الكيرف كنال دي ما كملهاش للاخر انا هقف على النقطة اللي بتقابل فيها اللي straight canals لأنا هنا بقلل اللي بتحصل على الفايل طيب انا عندي زي ما اتكلمنا على الage فايل الage فايل ده فايل امريكي ومش expensive مش غالي قوي بس كويس نيجي على الage فايل وطبعا الage غني عن التعريف عن gold files وعملة blue files وعملة resubricating files cross section بتاعها triangle cross section جميل انا بحبها وستخدمها كتير في daily use بتاعي دي حالة double curve انا عملها بالage وكي ومش محتاجتش ان انا اعمل اي manual file الصراحة انا الصراحة استخدمت في الكيس دي فات manual file 10 لحد لما بقى manual file 10 is very loose بعد كده دخلت file glide pass بتاعي بتاع rotary بعد كده 20 بعد 25 30 ودخلت طبعا وطبعا ما بين كل stroke بنزلها 3 strokes 4 strokes الفايل لازم يطلع عشان انضف الفلوت بتاعته واعمل irrigation نهتم بالنقطتين دول ننضف الكنال بال irrigation لنضف الفلوت بتاعتي لان كل لما بتتحشر ما بين الفلوت ودخل الفلوت اكتر جوه كل لما التور يزيد وكل لما التور يزيد هيحصل ايه fracture للفايل على ان الفايل اتقصر جوه القناة اوكي هياس هتقول لي دكتور انا ممكن استخدم ال editor ممكن تستخدم editor cream بس انا ما بحبهوش انا بحب املك القناة كلها بال irrigation وبعد كده ادخل الفايل هنا irrigation هي act as a lubricant وهيقل ال heat generation او الاحتكاك الحراري اللي بيحصل ما بين الفايل وال dentine نيجي هنا فيديو جميل استخدامي للرجين هنا كان premolar اوكي upper five هتشوفوا طبعا ايه ده يا دكتور كريم انت ازاي دكتور كريم داخل بفايل 35 على طول والله هنا الكنالز كانت very wide حتى البقل والبلتل طب انت عرفت منين يا دكتور كريم اخدت الوركين لنس بتاعي بفايل 15 ساعتها او 20 ده اتذكر المهم ان انا كلما دخل العشرين والخمسة وعشرين يوصلوا بسرعة للفول working لنس فهم very wide canal فاروحت عامل skip للتلاتين وداخل بالخمسة وتلاتين على طول ليه لان انا عندي هنا الكيس بتقول لي ان الكنال واسعة ان القنوات واسعة مش محتاج اشتغل بالعشرين والخمسة وعشرين كتير لان هم واسعين جوه شايفين الورفسس ازاي واسعة ده مبين القناة عندي كانت واسعة وهنا طبعا الحاجة هنا type 2 متشافة بالميكروسكوب منظرها بيبقى جميل جدا طب يا دكتور لو انا معيش ميكروسكوب اشوف type 2 ازاي بدخل كون زي ما انا عامل وبعدين ممكن ادخل في النقطة اللي هنا دي فايل واعمله زي اغرزه في الجاتابيركا وطلع الجاتابيركا لاقي في علامة لو في علامة يبقى الفايل ده لامس الجاتابيركا يبقى دول type 2 طب حاجة تانية في طريقة تانية دكتور اه في طريقة تانية في ان انا حط الجاتابيركا دي واجه حط واحدة تانية ما توصلش للفول ووركينج لينز ارفع الجاتابيركا دي وبعدين ازق الجاتابيركا التانية اللي هحطها هنا قليها بتتزحلق عكس بعض ارفع دي دي تنزل ارفع التانية التانية تنزل دي معناها ان هما type 2 وطبعا لو عندي x-ray طبعا وما لازم نعمل كلنا endo بx-ray بلاقي ان دايما في في جاتابيركا دخلة في ايه في الجاتابيركا تانية اوكي ده شكل type 2 ودايما قولنا نبدأ بالstraight canal اللي في type 2 وبعد كده نخلي curve canal يعني انا عايز اشرحها هنا برضو احسن ايكم لو انا عندي ان البلتال ده curve canal مثلا يبقى انا هشتغل البلتال الاول اوكي حد ال full working lens وبعد كده اجي لل curve canal اللي هي البقل افضل اشتغلها لحد ال intersection point مش محتاج اكمل للاخر خلاص انا لحد ال intersection point ليه اهو بقلل الحد الفايل الفاتيج اولا ليه ادخله يشتغل في apical ما انا قريدي مخلص وخلاص فانا بشتغل لحد ال intersection point بتاعي فانا قلل حدوث احتمالية ان الفايل ايه يكسر اوكي تعالوا نتكلم على blue files بقى شوية انا بحب جدا 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 الفايلات بتاعة ال mg3 blue وبتاعة ال rogene blue طبعا في فايلات blue كتيرة جدا في الماركت في السوق جدا في فايلات حلوة جدا بس انا بحب ومن محبين جدا ال mg3 blue لان mg3 blue عندها flexibility خطيرة جدا جدا مع cutting efficiency انا بالنسبة لي مبسوط منها جدا دي article دكتور احمد شاوئي اللي عملها طبعا استاذنا طبعا ال article دي بتقول قد ان ال blue فايل هنا بتاع ال mg very flexible والcutting efficiency بتاعته حلوة وعن تجربة شخصية الcutting efficiency هنا ما تقل ش حاجة عن ال blue gold فايل حاجة بسيطة جدا 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 لا تذكر اوكي والفايلات اللي هنا بتاعت ال mg3 blue اللي عنده reciprocation mode تقدر يشغلها على reciprocation mode الفايلات هنا بتشتغل rotation و reciprocation وعامل كمان glide pass فايل ال blue فايل ده خطير جدا 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 glide pass بتاعه حلوة جدا 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 بعد كده اكمل ب20 او ب25 وحطيتلي الكت بتاعتي فيها 25 وحطيتلي 30 وال35 دكتور هي الكت دي فيها كل ده او فيها كل ده فيها حرفيا كل ده ومش شرط ان انت تستخدم كل الحاجات دي يعني انت عندك الكت وصلة لحد 25 تقريبا 6 او 30 انت مش لازم تعمل بكل الكلام ده انت حسب انت بتقيم الحالة هل 25 تابر 4 ولا دي white channel هزوت شوية في التابر ولا هزوت شوية في size بيقول ان هنا بتاعي هنا 15 تابر 3 اوكي عنده control memory ومعندوش اي restoring force يعني اي الكلام ده يعني زي ما هعمل له بند هيفضل معمول له بند هعرفتني الفايل هيفضل ايه متني جوه القناة مش هيحاول يرجع في مكانه الطبيعي تاني فيعمل transportation او انه يتكسر ويعمل برفوريش اوكي ال cross section هنا بتاعي بالاريلو جرام اوكي بتاع glide pass طب نيجي بقى لل shaping shaping بتاعي cross section بتاعي triangle shape و triangle shape بيقلل التورشنل failure بتاعي فبيزول لي resistance بتاع الفايل وبيعمل لي cutting طبعا حلو جدا 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 ميزة حد يقول لي ميزة triangle cross section بتاعي ايه لو لا قدر الله الفايل القصر منك من اسحل الفايلات اللي تعرف تعمل لهم bypass ليه لان cross section مش عامل احتكاج جامد برضو مع كل ال walls عندك فراغ هنا فراغ هنا فراغ هنا اقدر اعمل bypass هنا بيقول لك الشركة بتقول لك ان انا عندي لو انت شايف الخط ده يبقى ده معناها علامة واحدة ده taper 3 علامتين يبقى taper 4 3 علامات taper 6 ده in case لو انت مثلا جاي في عيادة وقدامك الفايلات دي والراجل قال لك ان ده شركة mg وانت مش عارف هو مين فيهم taper ومين taper 4 ومين الفرق ما بين taper وطبعا كده كده بتبقى واضحة طبعا الفرق ما بين taper 4 و 6 لو حطناهم جنب بعض دي كيس معمولة بال mg 3 blue شايفين curve ده شايفين هنا انا ببدأ هنا بال straight canal قلنا وبعد كده ابتدي اشتغل مين curve canal نفس الكلام هنا ابتدي اشتغل بال straight وبعد كده ابتدي اخش في curve canal هنا كيس تانية برضو نفس الكلام انا هبتدي هنا بال straight canal شايفين straight قد ايه بداية straight وبعدين يبتدي يلف في curve هنا دول type 2 يعني curve بدأ من هنا هو طيب انا حلوة قوي انا هخلص كل ده الاول وبعد كده اخش على severely curve في الاخر طيب severely curve هكمل للاخر لا احنا قلنا هنقف عند الانترسكشن point اقسم type 2 لاثنين واحدة full shaping والتانية لحد الانترسكشن point فانا بقلل الresistance على الفايل وان الفايل ما يتكسرش حالة تانية برضو type 2 انا جماعة حظي حلو قوي في type 2 فيعني الحمد لا طبعا انا بحب حالة type 2 طبعا type 2 برضو في ميزة ان انا لو عندي مثلا وصلت full shaping هنا والحد لقدر الله الفايل بتاعه القصر هنا هو فطبعا بيقدر انه هو يقفل القناة دي وبعد كده يقفل من فوق الفايل طبعا لو مقدرش يعمله باي باي باس او نيجي للهيت تريتمينت تاني الهيت تريتمينت لما عملوه على النيكل تايتينيوم عملوا comparison البيبر دي بتتكلم على comparison الاج تايبر والبرو تايبر والاج تايبر بلاتينيوم والبرو تايبر جول لقوا ان الاج اكس 7 هو من اقوى الحاجات اللي عندها سايكليك فاتيج ريزيستنس اكتر منهم طب دكتور كريم احنا كل دا عملنا هيت تريتمينت عشان السايكليك فاتيج نيجي للتورشينل ريزيستنس يا دكتور هو احنا الهيت بتاعنا الهيت بتاعنا بيأثر على التورشينل ريزيستنس مش بيأفكته قوي طب ايه هو اللي بيأثر على التورشينل ريزيستنس بتاعي لو انا عايز ان الفايل ما يكسرش ويستحمل اعمل ايه دكتور كريم اولا هستخدم فايلات فلاكسبل نركز مع بعض هستخدم فايلات فلاكسبل اوكي ما دخلش الفايل عليه تورك جامد اوكي يعني ايه تورك عشان برضو اللي مش عارف التورك هو القوة بتاعة الفايل اللي بيعشق بيها في دمتين قوة الكوتين بتاعته كل ما زود القوة كل ما هيعمل فورس قوية على الدنتين فانا لو عندي كيرف كنال ماستخدمش تورك عالي بالعكس انا هقلل التورك بتاعي وابتدي ازود اللي سبيد طبعا التورك واللي سبيد inversely proportional مع بعض يعني انا لو عايز ازود التورك هقلل اللي سبيد لو عايز اقلل التورك لازم ازود اللي سبيد طب يا دكتور فيه اوبشنز تانية فيه اوبشنز تانية استخدم ايه استخدم الريسوبركاتين blue files او استخدم الريسوبركاتين gold files فكرة الريسوبركيشن انه هو بيقلل ايه احتكاك الفايل مع الدنتين الريسوبركيشن ده ما هو عبارة عن watch winding نروح مرة انجل يمي انجل تسعين وارجع انجل تسعين اروح انجل تلاتين ارجع انجل تلاتين زي الواتش طب الروتيشن الروتيشن ده عامل زي الشينيور اللي في الحيطة بيلف عشان ينزل يوصل للايه للفول working lens بتاعه طب دكتور انا الجهاز بتاعي ما عنديش ريسوبركيشن بس فيه option تاني بقى موجود في كل الاجهزة دلوقتي حاجة اسمها الOTR mode او الATC او الATR ايه هو ده الOTR والATC والATR كلهم واحد كلهم زي بعض بس اسامي مختلفة بس بيعملوا نفس الميكانيزم اللي هي ايه يا دكتور OTR يعني optimum torque reciprocation يعني ايه برضه يا دكتور كريم يعني لو الفايل الروتري بيلف وفجأة حصل له لك فاكرين زمان كان جهاز الروتري بتاعنا فيه option جميل اسمه auto reverse يعني ايه auto reverse يعني الفايل لو حصل له لك يرجع يطلع نفسه بالreverse motion يطلع الفايل لفوق بس ساعات الفايل ما يلحقش يعمل الموشن دي فيروح مقصور فراحوا مخترعين option اسمه OTR او الATC او الATR ده الموشن ده بيعمل ايه بيلف روتيشن جوا ولو حصل اي لك للفايل يروح عامل ايه reciprocation motion يجي الجهاز يقول لك انا هطلعك من الازمة اللي انت فيها عن طريق reciprocation وده شيء جميل جدا 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 بيقلل نسبة حدوث الايه كسر الفايل اوكي نيجي نتكلم هنا paper تانية بتثبت كلامي ان لازم لازم اقلل التورك بتاعي احنا دلوقتي في القرا بتاعت ان احنا بنقلل التورك وبنستخدم الheat treated files ان هما cutting efficiency بتاعتهم حلوة والفليكسبيلتي حلوة فانا مش محتاج ازود التورك بتاعي الى لما اجي اعمل retreatment بفايلات retreatment بقى ودي قصة تانية خالص فدي هنا paper بتقول ان كل لما تقلل التورك كل لما هتلاقي ان الفايل بيبقى عليه stresses اقل فانه ما يكسرش وهنلاقي انه بيعمل cutting efficiency برضو حلو مش وحش خلاص فبلاش نخلي دايما التورك بتاعنا انا بفضل ان التورك بتاعي يبقى ما بين الone للتو ولو بنستخدم الoter mode هتلاقي ان هو ما لاش عن التو بيبقى من من تو لأقل وكل لما استخدم التورك اقل كل لما احسن بالنسبة لي في الoption بتاع الOTR حاجة كمان قلتها لازم لازم انظف الفلوتس بتاعتي عشان اقل التورشن الستريس الناس اللي بتمسك الفايل الروتر يتدخلوا في الكنال الميزيوباكل من فوق لتحت بعد اذنك لما تخلص الكنال كلها القناة كلها تخلصها تطلع الفايل ننظفه ونعمل إريجيشن جوه القناة وننزل الفايل تاني لازم الفايل ينضع الفايل لو ما تشلش من عليه دابريس تاني هيعمل احتكاك اكتر لان الفايل مش عارف يعمل كت فبيعمل فورس اكتر فالتورك بيبقى اعلى فلما التورك يبقى اعلى نسبة ان الفايل يكسر هتبقى اعلى واحنا غنى عن الكلام ده كله وحطة ان انا انضف الفايل او اعمل الإريجيشن يا جماعة مش هتاخد مننا وقت خالص يعني انا لو بقى بحسب الوقت بتاعي خمس دقيق زيادة عن الحالة انت اول احسن ما تخش في اي او مشكلة جوه القناة دي ونرجع نطول مدة العلاق بدل ما كنت بتعمل اندو في ساعة هتعمل دلوقتي بقى اندو في ساعتين ولا ثلاث ساعات عشان تعمل بايبوس للفايل او تعمله رتريفل او كمان ممكن ما يكون عندك الابشن دي فيبقى منظرنا قدام العيان متضايقين طب انا هقول ولا مش هقول ونخش في ضيلم كبيرة تانية في بيبر دكتور جامبريني بتقول ايه ان الفايل بيحصل له ستريس وهو بيخش القناة يعني وانت بتدخل الفايل بتاعك جوه القناة بيحصل له ستريس طب عكس وانت بتطلع الفايل ما بيكون ش عليه ستريس فعشان كده عشان كده بنعمل حاجة اسمها كرونا الفليرين لازم اوسع للفايلات من فوق عن طريق الورفس اوبنر عن طريق ان انا بخش فايل بعد فايل ماعملش سكيب لفايل الا اذا عندي القناة واسعة لكن لو ما عنديش قناة واسعة ما نخش بفايل كبير على طول كل فايل بيجهز الطريق للفايل اللي بعده عشان ما يكسرش هنا عندي الصورة دي انا عايز اتكلم عليها شوية اوكي عايزين نطبق اللي دكتور كريم قال دكتور كريم قال هنستخدم تورك قليل سبيد وسط هستخدم بلو فايل او جول فايل تكونوا فليكسبل بس انا عندي هنا كيرف كانال يا دكتور تعالوا نفكر نعمل ايه في الحالة زي دي وابتديت اعمل بالأورفس اوبنر اول اتنين تلاتة ميلي او تلتين الوركين لانس اوكي اعمل كرون الفليرين حلو قوي حلو جدا شايفين الكنال دي متقسمة على ثري بارت اول بارت هنا تاني بارت تالت بارت ده معناه ايه معناه ان انت ممكن نفس القناة دي تقسمها على ثلاث مراحل اللي هو الزون تكنيك او تعمل ثري بارت او بارت حسب اللي انت عايزه طب يعني ايه بارض يا دكتور يعني انا من هنا لهنا هستخدم الجلايد بارت بتاعي هستخدم العشرين الخمسة وعشرين الخمسة وعشرين تيبر سيكس كمان طب هنا يا دكتور اعمل ايه هرجع هستخدم تاني الجلايد بارت بتاعي العشرين الخمسة وعشرين الخمسة وعشرين فور الخمسة وعشرين سيكس يعني ايه دكتور يعني انا اعتبرت كل بارت فيهم قناة وحدها هعمل لها شاب من ال ا تو زي دكتور بس انا كده بطول في الوقت شوية حلوة قوي طول في الوقت احسن ما الفايل ايه يتكسر معا تخيل ان انت عندك هنا قبرت الحد ال لما تيجي تاني اتدخل بقية الفايلات عشان يعملوا الحتة بتاعة الكرفيتشر دي هيخشوا معليهم ش بالعكس هينظفوا الحتة دي كويس جدا ما بالك بقى انت نظفت هنا الحد الخمسة وعشرين فور او التلاتين فور وكل ده متوسع تيجي بقى تنظف الحتة الابيكل تكمل تاني بقى الابيكل هتلاقي ان الدنيا عندك بقى توسعة قوي من فوق الفايل ما علوش اي في الحتة دي مجرد عليه بسيطة في الحتة دي لكن ما بالك الفايل لو عليه من كل الكنال فعشان كده بنعمل كرون الفليرينج ما نعمل سكيب بالزيرو بوين سكس عشان اقدر اعمل ايه ازود الكونز بتاعتي وان انا لو انا بستخدم اللاتر الكندنسيشن او لو انا مش محتاج اعمل كل الكنال ده اوصل بايه تيبر فور واستخدم البايو سيراميك سيدر تيه حاجة بسيطة كده قبل ايه ما نعمل فينيش للمحضرة هنا الميتاليرجي بنتكلم على الاستيناتك والمارتن ساتيك الاستيناتك كان زمان قلنا عيب وانه هو لما عمله باندينج بيرجع عنده حاجة اسمها سبرينج افاكت بتاعنا اما المارتن ساتيك عنده كنترول ميميري ده فايل زكي كل لما باتنيه بيفضل زي ما هو ويخش القناة زي ما هو في الكيرف ولما طلع الفايل يفضل كيف قلنا نرجعه ازاي نرجعه عن طريق ان انا عرضه على حرارة عالية بالاوتوكلاب او بالطورش بتاعتي او الولاعة بتاعتي هنعمل سمري كده سريع بسرعة برضو تمام هنا دي حالات اناتومي بتاعي باختار بيها انا هستخدم فايلات ايه تعالوا مثلا نمسك الحالة دي شايفين هنا عندي وكمان الكيرفات بتاعتي مش زي هنا زي البانانا شيب كيرف لا ده كيرف ريدي الصغير يعني هنا هيحصل ستراس عالية قوي فانا هتطر هنا اعمل كرون الفلير كويس وبعد كده انضف الحتة دي لوحدها يعني معنى ايه كده لو انا عندي الكيس دي 20 ملي قسمه ل20 ملي على 3 مرات على 3 يعني ده مثلا 5 ملي قسم 5 ملي على 2 ونص هنا و2 ونص هنا مثلا ده افتراض هعمل شيب لل 15 ملي لحد 25 6 وبعد كده اعيد تاني بالفايلات بتاعتي ازود ال 2 ونص ملي التانيين اخلص الشيب فيهم ازود ال 2 ونص ملي التانيين لحد لما اوصل لل كده انا بقلل على الفايل بتاعي هنا type 2 افكر تاني قلنا type 2 استغل الاول straight channel وبعد كده اشتغل curve channel until intersection point انا مش محتاج ان اكمل لاخر انا بقى اكمل لحد نقطة النومة بيتقابلوا فيها مع بعض طيب نيجي لل tapers انا عندي file 2 انا عندي taper 2 وعندي taper 4 وعندي taper 6 طبعا للناس اللي هي بتشتغل manual بس هتضطر انها تكبر في sizes طبعا الناس اللي بتشتغل rotary please يا جماعة ما نقفش عند 20 taper 4 نحاول نقبر لحد minimum على 25 taper 4 او 30 طب دكتور انا في حالات بتبقى very 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 tight ويا دوبك 20 4 وال 25 4 بحس وهو داخل بيبتدي يعمل contact جامد قوي مع الدنتين وانا خايف ان انا يحصل اي fracture للفايل وانا غنى عن المشاكل فانا ساعتها بقصر القعدة دي بس باهتم قوي بال irrigation protocol بتاعي ويا سلام لو قفلت بقى بال bioceramic sealer عشان اتأكد انه ايه عنده antibacterial option بتاعه يبقى كويس انه يقتل البكتيريا يعمل sealing كويس كل الكلام ده طيب الناس بقى اللي بتحب بتكبر قوي لل taper 6 وبشوف ها بتكبر لل 30 taper 6 و35 و35 و احنا بنعمل weakening لل tooth ولا اقل الخالص ولا اقبر خالص خير الامور الوسط خلينا في الوسط وبنستخدم الرigation برضو ده احنا ايه قلنا في الاول احسن واحد فيهم طبعا التريانجل cross section خصوصا انه لو حصل complication بنعرف نعمله ايه bypass كلمنا على rotary movements قلناهم سريعا انا عندي continuous rotation وعندي reciprocation motion عندي symmetric و asymmetric يعني ايه الحتة دي دكتور يعني reciprocation معنى انه بيروح angle 30 يرجع 30 لو راح نفس angle ورجع نفس angle ده اسمه symmetric طب لو راح angle مختلفة ورجع angle مختلفة عنها يعني C راح 150 ورجع 30 يبدأ اسمه asymmetric طب ايه هو otr otr ده option جميل جدا جدا ويا ريك الناس اللي بتشتري الاجهزة بتاعتها دايما تسأل على option ده اللي لنسبة fracture file resistance وان حدوث ان الفايل يتكسر بتبقى فعلا فعلا عالية انت option ده لو بتستخدمه الفايل مش هيكسر الا في حالتين بس لو انت الفايل بتاعك مستخدمه اكتر من 20 الف مرة تمام عليه صحيح لك فغصب عن ان option ده مش هيفيدك تمام طب ايه تاني option ده الفايل لو جديد مش هيكسر الا في حالة واحدة بس لو انت قعدت على جهاز الروتري شوف قدي ايه ده كويس طبعا محدش يعمل pressure جامد مش معنى كده ان انا اروح اعمل pressure عشان ايه اتأكد من option ده لا option ده بينقذك لو انت عملت pressure او صرحت في عدت الترك بتاعت لو انا عندي limited math opening طبعا انا محتاج جدا 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 contra head صغيرة فايلات روتري عندها flexibility عالية جدا خصوصا لو انا بشتغل في مين يا جماعة في lower seven او يا سلام يا سلام ال upper left seven distil cares يا لهوي لو حد جاله حاجة زي كده يعني بيبقى اوحش يوم في حيات فعشان اعمل حاجة زي كده نصيحة لي كون اقال لل occlusal reduction استخدم contra head بتاعت الروتري تكون mini head واستخدم rotary files يكون عندها flexibility عالية جدا زي كده هو عشان اعمل bending للفايل واقدر ادخله في الحالات اللي هي limited mouth opening خصوصا كمان بالذات لو بعمل الكنال باضطر ايه اخش 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 لها من زور الpatient في upper seven ودي حقيقة فعلا في دكتور جامبريني عمل تكنيك اسمه hybridization يعني ايه يعني اختلاط بيخلط ما بين resuprocation والcontinuous ازاي هو قال في paper قالت ايه ان وانا بدخل الفايل بتاعي بيحصل عليه stresses عكس وانا بطلع الفايل بتاعي طب اعمل ايه اشتغل resuprocation motion وانا داخل بالفايل ودي الانجل for 150 reverse 30 وانا طالع اشتغل rotation عادي انا اقدر العب في ال motions دي بال rotary وانا جوه القناة اقدر دلوقتي الاجهزة كلها بتاعتنا بقى اقدر غير option والفايل جوه اصلا الpatient طب دكتور كريم انا عندي blue وعندي gold فايل اقدر اعمل mix ما بينهم يا دكتور يعني ممكن في الحالات اللي عندي لو انا عندي قناة straight استخدم لها gold وانا عندي قناة تانية curve استخدم لها blue اه ينفع ده انا ساعات كمان بشغل في نفس القناة gold blue مع بعض افرد انت دلوقتي في العيادة عندك 25 6 gold مش موجود وال25 6 blue موجود وانت كنت بتستخدم gold عادي mix ما بين الاثنين ما فيش اي مشاكل مش هيحصل اي حاجة خالص حتى لو شركات مختلفة كمان ما تعطل نفسك اشتغل عادي جدا خلي blue لل curve channel خلي gold لل straight channel مع العالم احنا قلنا اتفقنا ان فيه gold files تستخدم في curve channel بس انا كدكتور كريم دلوقتي بقت الblue files عندي في العيادة مبتتقطعش انا بستخدم blue files بس الفايل الوحيد اللي مرضو مش هقول عليه انه هو gold اللي هو x7 لان x7 فيه لمعة blue برضو بس هو مش blue file طيب دكتور اعمل retreatment محتاج فايلات very stiff انها هتخش وتقطع الجاتابيركا صح لان الجاتابيركا في retreatment بتبقى نشفة طب اعمل ايه هنا هعمل mix ما بين gold وال rotary file زي مثلا حالة دي حالة دكتور احمد شوقي كان عرضها في البيبر بتاعته بس دي حالة simple دخل بفايل gold وبعد كده دخل يعمل cleaning و shaping بال blue file عادي جدا اكنه file rotary هيقطع الجاتابيركا طب دكتور كريم احنا في retreatment kits صح صح الفايلات دي بتبقى very very stiff فما اقدرش اكمل بيها في curve canale طب ممكن استخدم ايه في curve canale بقى استخدم blue file او استخدم h file طبعا واحدة و demanual technique نيجي للحالة بيت اللي انا عاملها شايفين استخدمت ال h file عشان اشيل اول جزء بس اتقطع الباقي طيب القطع القطع اللي في الباقي دي اشيلها ازاي هشيلها بفايلات flexible عشان تاخد الكيرف ده تمام طبعا ده broken file بعد ما شلناه شايفين الكيرف قد ايه قوي شايفين محتاج اننا يكون عندي file rotary very flexible خلاص ازا كان blue او gold انا ما بقولش ان الجولد احسن من البلو ولا بقول ان البلو احسن من الجولد انا عايز اوصل message ان خلينا نختار الفايلات اللي يبقى عندها cyclic fatigue resistance عالي وعرفنا ازاي نعمل tortional resistance عن طريق اننا بقلل torque بنظف الفلوت ودايما نعمل irrigation واحدة واحدة ما نستعجلش يا جماعة في شغل الاندو حتت ان دكتور بيخلص الاندو في ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة اللي ربع وعملت الكيس دي في 40 دقيقة عملت الكيس دي حاجة احنا بننبسط منها طبعا وبنفتخر بيها ان احنا بنوصل للمرحلة دي بس لا في حالات ما ينفعش اخلصها في ساعة لو خلصتها في ساعة هعود قصادها ساعتين حل المشكلة اللي هتحصل ايه فيها فواحدة واحدة وعايز اقول معلومة خليك مكان الفايل يعني ايه خليك مكان الفايل يعني تخيل نفسك انت اللي بتخش جوه القناة الكيرف دي وحد عمال يضغط عليك ويعمل عليك ويحط تحت ضغط اكيد في وقت من الاوقات هتنفجر هتتكسر من جواك فانت اعتبر ان الفايل ده هو انت وخليك حنين دايما على الفايل وانا سعيد بيكو ويا رب المحاضرة الخفيفة دي تكون يعني قدتكو شوية معلومات تقدر تفيدكو في العيادة ودي الQR كود بتاع الانستجرام والفيسبوك في اي وقت يا جماعة تقدروا تبعتولي انا برد في اي وقت حتى لو الفجر انا معا شيلوا التكلف خالص ما بيننا احنا اخوات وصحاب هتقدروا تتواصلوا معايا في اي وقت ونبعت X-rays لبعض ونتناقش وربنا يوفقكو جميعا ورمضان كريم نورت يا حبيبي وشكر كبير 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 ليك دكتور كريم علي وجودك معاي في هذا البث امانة محاضرة جميلة جدا واني شخصيا في اضافات انضفتلي من هالمحاضرة شرف كبير ليك شرف كبير ليك على الجمال اللي اعطيته لنا وشكر كبير ليك علي وجودك اللايب معانا دكتور يتابع فيك خلال البث كامل 3000 طبيب متابع شرف كبير يا رب كل يكون استفاد يا رب إن شاء الله 3000 ممكن يحضرولك لكن الفكرة إنك تحافظ إنك تحافظ على الرسم هذا وال3000 تشد انتباههم ويبقوا موجودين والعدد في تصاعد فهذه والله نسأل الله أني يبارك لك يا رب ودعوتهم لأي حد استفاد بأي معلومة ولو بسيطة دايما يدعي لي ويدعي الدكتور نبراس إنه يعني ادينا الفرصة القوية دي إن احنا نتشارك معاكم وتعرف عليكم كلكم وبجد ربنا يبارك له هو أخ عزيز علي جدا 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 ومعلومة حاببة أقولها أنا بعشأ أسمع محاضرات هنا الظهور كريم بعشأ أسمعه وهو بيشرح طبعا المحاضرة بتاعته دي أنا عارف إن التلاتين ألف هيكونوا موجودين طبعا وأنا أولهم إن شاء الله شكرا كبير شكرا كبير أنا والله من الحاجات اللي اللي نفتخر بها جدا في الايدكس أول ما بدأت في محاضرتي لقيتك موجود فانبسط جدا شرف ليا طبعا شرف ليا شرف ليا عموما دكاترتنا لو في أي حد عنده أي سؤال فيما يتعلق بالوضوع ممكن ممكن ناخدوه سؤال في التعليقات فأنا الآن نقرأ في التعليقات ونوجه للدكتور أي سؤال إذا كنتوا تحبوا أي أسئلة دكتور كريم مع القيل لك كاتبين فعلا الشرح المصري مسيطر على الدنيا اللهم بار دا شرف ليا دا شرف ليا عليت الرثم يا دكتور على الباقي عليت الرثم حتى علينا لا مؤدرش لا لا إزاي لا لا دا احنا بيتعلم التعليقاتك بلترنبروس لا إزاي زملائنا طبعا المحاضرة اللي تلينا مع الدكتور أحمد أحمد من العراق فيما يتعلق بالأكسز وتركس عن الأكسز وكيف تقدر تشتغل أكسز بأقل أضرار وبأقل بيرفوريشن وبأقل مشاكل نقطة ثانية صغيرة عملنا رابط المحاضرات بي دي اف موجود في 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 البث أوكي بالنسبة لكل الناس اللي سجلت معنا في في اللينك هي ناس مسجلة رسميا لينك الحضور التيم إلى الآن قاعد يجهز فيه فمنتوقع أن ثاني أو ثالث محاضرة حيكون موجود بإذن الله في آخر المحاضرة تضغط على اللينك بشتسجلة رسميا إنك إنت حضرت هذه المحاضرة هيكون موجود معنا ممكن في ثالث محاضرة بإذن الله لهذا اليوم بحث مدين بسي لو يرد في سؤال حد بيقول دكتور كريم لو إحنا قسمنا القناع على ثلاث أجزاء ممكن يحصل لج أنا سعيد قوي إن السؤال ده بيتسئل لأنه دايما بستنيه يتسئل لي في كل كورس بعمله فأنا سعيد إن السؤال ده إيه جاه حلو قوي اللج مش هيحصل غير لو أنا دخلت فايل كبير في حاجة طايل دي أول حاجة تاني حاجة خلوا بالكو أنا قلت ما ندخلش فايل روتري خالص غير لما يكون عمله إيه جلايد باس فأنا لما هعمل جلايد باس مش هيحصل لج خالص إنت حتى إحنا قلنا هنقسم على ثلاث أجزاء يعني لو أنا بنضف أول عشرة ميلي طبيعي ممكن تنزل 11 ميلي في الكيرف كنال فأنت فين اللج اللي أنت عامله إحنا اتفقنا إن أنا هستخدم جلايد باس 15 أو 10 الأول بعد كده 15 بعد كده 20 بعد كده 25 فعمر ما يحدوث اللج هيحصل لي يحصل إمتى اللج لو أنا رحت أوتوماتيك داخل على طول في كيرف كنال 20 تابر 6 25 تابر 6 أو حتى 25 تابر 4 فعمر ما هيحصل اللج لو أنت بتقسم القنوات بتاعتك وعمل لها جلايد باس فعلا إضافة صغيرة دكتور كريم إضافة صغيرة أنا عايز أضيف حاجة حاجة على حضرتك بس أنا أسمي دكتور نبراس ألف محاضرة من محاضراته حاجة جميلة جداً أنت تقدر تدخل الفايل الروتري بتاعك جنب لج جنب بيرفريشن جنب بروكن فايل جنب أي حاجة طول ما الكنال إز إيه بيتنت فطول ما الكنال بتاعتك بيتنت ومعمل لها جلاي باس تقدر تعمل اللي أنت عايز فضل لدكتور أنا أسفة السؤال هذا برضو يتكرر بكثرة هو حدوث اللج لو أني نشتغل بيزونينج تكنيك هل ممكن يحدث غالباً ما يصيرش ولو حاب تاخذ بريكوشن صغير علي نفسي نحب نستعمله أول مانيول فايل جبت بيه مثلاً 15 ملي 10-12 ملي زي ما قالك الدكتور جبت بيه مثلاً 12 ملي أنا نشوف وعلي نفسي نستخدم فيها الطريقة أن باقي شغلي نشتغل به بأقل من ملي جست يعني جبت 12 ملي نشتغل باقي شغلي بطول 11 ملي كامل وبعدين الفايل نرجع بالمانيول نزيد شوية للزون اللي بعدها ونشتغل كذلك نكمل الانسترومنتيشن بايو ميكانيك الانسترومنتيشن كامل لعند ما توصل لفول ووركينج لينف بنفس الطريقة فطريقة جداً سيف وجداً إفكتف مع القنوات المحقدة ومع القنوات اللي ممكن تلاقيك فاهم مشاكل أو تصعب لك عفاها الدنيا في حد سأل إمتى أحدد التورك والسبيد بتاعي لأ أنا مقدرش أقول لك تشتغل بسبيد وتورك إيه كل اللي أنا أقدر أقول لك إن أنت قيم الحالة بتاعتك لما بتلاقي نفسك معالي التورك وداخل جوة القناة بتلاقي إن الفايل بيحصل له سكروين إفكت بيخش بيج لجوة بيسحبك لجوة ده معناه بيقول لك هدي اللعب شوية قلل التورك بتاعك وخلي اللي سبيد بتاعك يبقى ريزنبل شوية يعني أنا مثلا ساعات في الحالات السيفير اللي كرف بالذات في الريديس أنجل اللي فيها كرفيت شرعالي لأ أنا بقلل ساعات التورك ممكن يوصل لزيرو بوين سكس ما يفرقش معايا أنا إن شاء الله قاعد أعمل في الحتة دي شيبينج لمدة دقتين ما عنديش أي مشاكل أهم حاجة قلنا الوقت بتاعك ما تستعجلش فيه إحنا مش بطولة وقت خالص اشتغل بالراحة واحدد التورك والسبيد اللي انت شايف ان انت تقدر تستخدمه وانت فاهمه أنا عرضت عليكو فايلات كتيرة مش معنى كده ان الفايلات دي لو انت استخدمتها مش هتتكسر معاك أبدا الفايل اللي انت بتشتريه لازم تشتغل به شوية تتعرف عليه يتعرف عليك تاخده على بعض تفهمه إمتى تستخدم الفايل الفلكسبليتي ده الكرف كنال دي إمتى تستخدم الفايل ده وإمتى لا طب هجيب الشركة دي مع الشركة دي قلنا احنا بنفهم الكيس وددتكو المعلومات اللي تخليكو تقيموا الحالة إمتى بنقفل تيبر فور وإمتى بتقفل تيبر سيكس برضو براحتكو بس أنا بفضل دايما تيبر فور نبقى كونزيرفتف ما نضعفش الدينتين بتاعنا دكتور نبراس برضو في محاضرته كانت حاجة جميلة جدا وكانت إضافة لي إن البري سيرفايكل دينتين من الحاجات المهمة جدا جدا لازم أحافظ عليها فكل لما حاكل منها ووسع بضعف الروت هي دي العنق بتاع السنة هيضعف هيكسر السنة سؤال صغير الناس تسأل على الATR دكاترا الATR هي نفسها الOTR هي نفسها الATC وزي ما اتكرم الدكتور وقال إن نزلة الفايل لو الجاية أي مقاومة أو تورك يجلب نفسها من دوران إلى ريسبروكيشن ما هو الريسبروكيشن أي ينزل بي ويتش ويندينج موشن اللي هي لعبة المانيول فينزل بي طريقة سيف افشينت وجميلة يحمي نفسها أنا علي نفسي أمانة الحركة هذه في أغلب الكيسز نشتغل فيها ونحبها جدا 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 لو إنك أنت عندك الوقت دكتور تقدر تبحث في الصفحة تدخل على الفيديوهات تكتب بروكن فايل بايباس عندي كلينيكال كيس نزل بها لايف نشتغل بالATR فينزل الفايل أول ما نحس الفايل إنه بدا يلف بويتش ويندينج موشن نعرف أن الفايل يحتك بالفايل المكسور فهو نازل بيتشكل آمن وسلس وجميل عندك أي إضافة بالخصوص دكتور را كريم في حد بيقول عادي ننتقل بفايل 24 لـ 25 6 آه عادي في حالة لو الفايل الـ 25 6 داخل ومعليهوش أي ريزيستنس وانس إن أنا لقيت ريزيستنس يبقى لو هستخدم الفايل ده أنزل بيه واحدة واحدة مع الإريجيشن طب لو لأ يبقى حدخل 25 كيبر فور أو ماني والفايل 25 وبعد كده أستخدم إيه الـ 25 تيبر 6 جميل في حد عنده سؤال تاني تكاترتنا ما نحبوش نطوله على الزميل اللي بعدنا فلو في حد عنده سؤال يكتبه لنا سريعا دائما نبرمج الـ ATR أنا صراحة ما بفصلش الـ ATR مود بتاعي غير لو أنا هعمل retreatment بس حد بيسأل على الـ Angles أنا بثبت الـ Angle بتاعتي الـ Forward 150-30 زي ما الـ Device بيقول ما بقعدش ألعب فيها للأسف إلا في حالة الـ Resuprocation ممكن بقى ساعتها تقدر تخلي الـ Angle بتاعتك 90-90-60-30 اعمل براحتك اللي انت عايزه بس أنا بستخدم اللي هي Standardized Angle 150-30 150-30 يستحسن الفرود يكون أعلى من الـ A الـ Reverse دكاترتنا بعد إذنكم تنظيما بس بش ما بش ما ندخلوش في المحاضرات وتتفركس الأمور لأن معانا الدكتور أحمد أحمد يستنى فينا الآن فحندخلو معاه في ترستو بعد هكي ننزله أي زميل عنده أي سؤال فيما يتعلق في كتبونا في تعليق وحنجل السنية ودكتور كريم بإذن الله على التعليقات نحاول نجاوبه الأسئلة الموجودة شكرا لكم لثقتكم ولوجودكم معنا كل الشكر لك دكتور كريم على إيطاحتك ووقتك لنا وهالمساحة الطيبة وإمانة من وجودك وجودك واختيارك للوقت الأول في المؤتمر والله يكان موفق للأمانة كانت حاجة صعبة أوى علي الصراحة بالعكس صعبة الأمور علينا بالعكس عمال بحضر اللي هو دي أول محضرة يعني هيكون عليها الانتباه كله هيكون يعني بكل يعني الحمد يعني للعلم يعني للعلم ما عنديش ولا أي شك وواثق جدا في الاختيار في أولا شرف كبير ولا تزعبت الأمور على الموضوع على صدري والله أنا أسأل الله إنه يكون خير يا رب عموما شدول المحضرات نزل دكاترتنا البي دي اف موجودة على الصفحة والتيم لازال إلى الآن رسائر العراق حاليا كيف بدينا نرسلو لهم فأعذرونا معنا تقريبا 25 ألف طبيب مسجل على الفورم راه عدد كبير جدا علشة أخرة الرسائل بكل بساطة لأن الناس اللي سجلت سجلت الكودات الأرقام اللي متاع البلد مثلا في ليبيا 0218 زميل ثاني مسجل 218 على طول كود الدولة زميل ثاني مسجل بلس 218 زميل ثاني مسجل الرقم بدون 218 فتصوروا أن الفلترة هذي نعملوا فيها التيم مانيويل نضيفه في رقم كود الدولة لكل رقم ونتكلموا عليه 25 ألف طبيب يعني رقم ضخم جدا 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 وكل الناس اللي تشتغل في هالأشياء تشتغل لله لله دون أي مقابل ناس من كرسة وقتها لله فأعذرونا على أي تقصير ولكن محاولين أن نخرجوا المؤتمر في الصورة اللي تليق بيها وجزاكم الله وكل خير على حضور الكريم وألقاكم على خير بإذن الله شيرونا الفيديو والمحاضرة لتصل لأكبر عدد من الناس الرسائل اللي نرسلو فيها في الواتس هي الPDF متاع المحاضرات والPDF هذا موجود في الصفحة إذا كنت تحب تأخذها من الصفحة وموجود خلال المحاضرة هذه كتبتها في تعليق تحياتي لكم جميعا ألقاكم على خير بإذن الله ونشوفكم طيبين دكتور كريم شكرا لوجودك كذلك معنا وجزاك الله وكل خير نشوفكم على خير إن شاء الله تحياتي يا غري تحياتي سابعا معك بسلام